ترأس مع السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى صباح اليوم أعمال الجلسة السابعة للمجلس في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس وقد بدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على بيان المجلس بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين حيث رفع المجلس أسماء آيات التهاني والتبركات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء معربا عن بلغ الاعتزاز وعظيم الفخر للمستوى الرفيع الذي بلغته قوة دفاع البحرين تسليحا وتدريبا لتشكل قوة دفاع البحرين صرحا وطنيا متقدما يدود عن حياض الوطن والسقلاله وأمنه ومكتسباته وأشهد المجلس بجهود معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وجميع منتسبي قوة دفاع البحرين معبرا عن بلغ التقدير لما سطرته قوة الدفاع من منجزات وما بلغته من مستوى متقدم وفق أسس عسكرية حديثة بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1995 بشان حماية الآثار كما بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولية الشركة مساهمة بحرينية في جلسة هذا اليوم تمت الموافقة على المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن حماية الآثار هذا المرسوم بقانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1995 ليتواكب مع التشريعات النافذة التي صدرت بعده وأيضا ينظم قطاع الأثار بحيث يصبح رافدا من الروافد الأساسية للمدخول قير النفطي لمملكة البحرين ناقشنا اليوم المرسوم بقانون بتعديل اتفاقية تأسيس بنك الخليج والنظام الأساسي المرافق له طبعا هذه بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية للبنك التي أتى لتعديل بعض الأحكام منها مثلا تغيير مسميات مثلا مملكة البحرين وكان دولة البحرين أينما مردت وغيرها من أمور تعطي مرونة للبنك لعقد الجمعية العمومية عن بعد اتخاذ التصويت بطرق ووسائط إلكترونية وغيرها من أمور تعطي مرونة وسهولة لإجراءات البنك وفي هذا السيق نشيد بما يقوم في البنك من جهود للمساهمة في النمو الاقتصادي لمملكة البحرين وهذا دليل على قوة ومتانة القطاع المالي والمصرفي في البحرين اشتركوا في القناة